ايبي ديرمال تيومرز يعني تيومرز بتطلع في منطقة بتاعت السكن عشان كده قبل ما نبص على تيومرز لازم نجوه في الهستوليشي بتاع السكن النورمال الطبقة اللي فوق دي اسمها ايبي ديرمز واللي تحت دي ومكملة اسمها ديرمز سيبك منها دلوقتي هنشرحها في فيديو تاني امسكه في الهيبي ديرمز اللي فوق خالص ده اسمه كراتين ده عبارة عن ديتسلز تحته على طول صفة خلاقيا اسمه جرانيولار لير تحتها لسبايانس لير تحت خالص في البعيز هتلاقي البيزال لير كويس شوية المعلمات دول المشاكل اللي ممكن تحصل في الهيبي ديرمز ده ممكن تكون سيبوريك كراتوزوس او 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 كيراتو او او سكويمة سيكارسينومة او بيزة سيكارسينومة والاتنين دول هنتكلم عليهم في فيديو خلينا نشوف الاربع لفوق اول حاجة سيبوريك كيراتوزز ده عبارة عن يعني ده مجرد بنشوفه اكتر على الترانك عند الادلت بنلاقي عمل وبيبقى ومن اسمها كيراتوزز فبنلاقيها بتحتوي على كرة شوية بنلاقي لونهم اسمر وشوية تاني بنلاقيها بلاك خالص واللي بتبقى شبه الماليجنانت ميلانومة وممكن نلاقيها سنجل او كزا واحدة وده في الغالب مايكروسكوبكالي بنلاقيها عبارة عن إنتراديرمال بيزالويد أورسكوامويد برورفريشن بيزالويد يعني طالع من الخلال اللي تحت في البيسسكوامويد يعني الجاية من الخلال لفوق وبيبقى معاها بابلوماتوزز الاسكين واخد شكل البابيلي وإكنسوزز يعني وحاجة المميزة بقى الدوايل دي اسمها هورن ساست وده بيبقى كرة دخل وعمل ساست تحت الإبيديرمس بس كده خلصت السبور الكيراتوزز نشوف تاني حاجة وهي الإبيثيريال ساست أشهر تلات أنواع هم الإبيدرمويد ساست بيسموها إنكلوجين ساست أو ديرمويد ساست أو بايلر ساست الإبيدرمويد ساست بتبقى الفيس بتاع الإمبريو بيبقى بيتكون من ثلاث حتة اللاينز اللي ما بين كل حتة والتانية هي دي أشهر الأماكن اللي بيطلع فيها الديرمويد ساست وهي شبه الإبيدرمال ساست ما عادة أننا بنلاقي السكن أدينيكسة بتفتح على الول بتاع الساست السكن أدينيكسة دي زي بعد كده بنشوفها على السكالب وميكروسكوبك Gall sevent يعني إيه يعني مش هنلاقي أو زي الإبيدرمويد ساست الكيراثن جويت بيبقى مشلملات عكس الإبيدرمويد ساست وبيحتل فيها كالسيفيكيشن برضو عكس الإبيدرمويد ساست ودول ثلاث إختلافات ما بين البايلر والإبيدرمويد مافيش جيرانيولא ليير الكيراثن مشلملات وفي كالسيفيكيشن الرقم تلاتة الفيبرو إبيثيليا البوليبس بيسموهم Seeeemas papilloma او سكن تاجز اللي هي الزوائد الجلدية بنلاقيها على الترنك والنك والفيس بتبقى صوفت واتاتش تو دا سكن بسلندر ستوك ومايكروسكوبة كليمة اسمها بيبقى لها فايبروفاسكولار كور متغطي ببيناين سكويمس إبيثيلين الفايبرو إلاستيك بوليفزي بتبقى هارملس وبتظهر بعدد كبير اثناء البرغنانسي عشان كده قالوا انها ريليتي تو هيرموني الستيميليشن لانه في البرغنانسي بيبقى فيه تشينجيش في ليفل الهرمونز الموجود رابع حاجة الكيراتو أكنثومة ودي شكلها مميز جدا بتبقى دوم شابد وليها مليان كيراتين كيراتين دي معناها فواهة البركان كانها حفرة كده مليانة كيراتين وبتتكون في الميلز اكتر اربع مرات من الفيميلز شكلها تحت الميكروسكوب برضه مميز جدا بتدي شكل الكيراتين في الكيراتين وليها واجلاسي سيتو بلازم يعني تلاقيها بتلمع كده وممكن تلاقي عشان كده فيه ناس بيقولوا انها لأنها مش بتختفي ممكن تفضل قعد لكن هي برضه ممكن يحصلها عشان كده المفروض لما نشيلها نعمل فولو قبل العيان عشان اتأكد انه ما حصلش أو ما بعتتش متاساسيس لحيط التائم موسيقى 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 موسيقى